السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل التلاجة. في ناس كتير بتفصل التلاجة بتقعد فترة كده ساعتين في اليوم تفصلها علشان التلاجة تريح. في ناس بتفصلها كده كل اسبوع يوم علشان التلاجة تريح. ده بيدمر التلاجة. ويتلف مطور التلاجة واقلل من عمر. طيب ايه السبب? ويه الصح اللي احنا نعمله? آآ خلينا عارفين ان التلاجة في بداية تشغيلها خالص اول ما بتشغلها بتكون آآ بتشغالها بقى لها فترة وتيجي تشغالها تحط الفيشة بتاعتها بتاخد وقت حوالي من اربع لتمن ساعات علشان تبدأ تبرد كويس. علشان تبدأ تبرد كويس وتفصل. لان هي المفروض بدقة من الصفر. جواها مش برودة بسيطة جواها سخونة مفيش. آآ بدقة من الصفر فتاخد آآ من اربع ساعات لتمن ساعات على حسب الجوة في الشتاء غير في الصيف. في الصيف ما تاخد لها التمن ساعات علشان تبرد كويس وعلشان تبدأ تفصل وتشتغل. آآ ده البداية. بعد كده بعد ما تاخد الوقت بتاعها من اربع لتمن ساعات آآ بتفصل بقى كل النص ساعة تفصل لها ربع ساعة وترجع تشتغل تاني. او حد اقصى تعود ساعة تفصل لها نص ساعة او تلت ساعة وترجع تشتغل تاني. وده حاجة كويسة جدا لتوفير الكهرباء. يعني ما علينا في الفترة الاولانية. كده احنا بدأنا نوفر كهرباء تشتغل شوية ويترايح كهرباء شوية. وكمان بدأنا نوفر في عمر الافتراضي للمطور آآ يشتغل شوية ويفصل شوية. وكمان قبل يعني لو اشتغل نص ساعة او ساعة او حتى ساعتين قبل ما يبدأ يسخن كتير قوي لانه كتر التشغيل هو مع الوقت التشغيل الكتير هيسخن اكتر من اللازم. فقبل ما يشتغل آآ قبل ما يسخن لدرجة اللي هي ممكن تأذي آآ المطور. هو طبعا حصل كده في المرة الاولانية لكن مرة واحدة. لكن آآ قبل ما تشتغل كده فبيفصل فبيبرد يرجع يشتغل تاني يفصل آآ يبرد ويرجع يشتغل تاني عادي كويس جدا كده ايه آآ اللي صنعوا التلاجة وعملوا قدرة المطور وعملوا عارفين ايه ان هو ازاي يقدر يرتاح ازاي ما يقدرش يبوز منهم او يسخن يبوز المطور على طول ويتلف وتحتاج تغيره. طيب آآ كل ده العادي تاحها. لما انت تبدأ تفصل التلاجة تقول ان انا هوفر كهرباء. او هريحها. ودماغك ان انت تحافظ عليها لكن بيحصل العكس. انت مفكر ان انت اتحافظ على التلاجة او اتحافظ على الفريزة لكن هيحصل العكس. ليه? لان انت لما تفصلها ساعة ولا ساعتين التلاجة بتفقد او اكتر التلاجة بتفقد البرودة بتاعتها. فتبدأ تشتغل كأنها من البداية من الصفر. فتاخد الاربع ساعات للتمان ساعات على حسب فتبدأ المطورة يسخن. المفروض اللي احنا قلناها اللي هي المرة الاولانية دي مرة كده بنشغلها ومش هنشيل الفيشة تاني غير لما كهربا تقطع او بعد شهر او بعد شهرين او ممكن يسيبها كده على طول. فحصلت مرة واحدة. لكن انت بتخليها يحصل كل يوم. كل يوم المطور يشتغل بالتمان ساعات مباشر بيسخن جدا. فده هلك ليه. ولما يشتغل مباشر برضو انت ما متوفرش كهربا لان انت الفترة اللي فصلتها بتعوضها في التشغيل. فانت وفرت كهربا. التلاجة جات اشتغلت اشتغلت فترة كبيرة عوضت اللي انت فصلته اكدنك ما فصلتش حاجة. فالفصل التلاجة اه ملووش اي لازمة. التلاجة بيكون فيها حاجة اسمها سرمستات. اه سرمستات ده بيفصلها مباشر لما توصل لدرجة التبريد ولما التبريد يقل لي شوية صغارين قبل ما يتفجد خالص بيرجع يشغلها تاني والتلاجة بتبقى تبريدها كويس والعمر الافتراضي وهم المصنعين عاملينها كده ومزابطين كلهم مش محتاجة تشيلها. لو محتاجة تشيلها اكيد هيكون فيه تعليمات من الشركة نفسها ان انت تشيلها مش حد على او حد كده بيقول اه ده الاحسن او مفكر ان هو كده الاحسن لان انت لا بتوفر كهربا ولا بتحافظ على التلاجة. طيب هل احنا ما نصلهاش خالص? لا احنا نصلها بس. مرة كل اسبوع كل اسبوعين نفصلها ننضفها ننشفها نرجحها تاني. ليه التنظيف? وآآ بس كده عشان تبعد عن الكهربا لان انت برضو هي بتفصل كل حاجة بتفصل الكهربا. لو بخار المروحة والا المطور وكل حاجة بتفصل الكهربا. حتى اللمبة لما الباب يتقفل خلاص آآ ما بيبقاش واصل الكهربا. فكل ده بيرتاح وبيرجع يشتغل تاني. استر مستاذ بس اللي بيكون عنده موصل كهربا وبيلمس وبيفصل انت لما تفصلها كل اسبوع وكل اسبوعين او كل شهر على حسب تنضفها ترتبها ترجع تشغلها تاني خلال نصف ساعة ولا ساعة او ساعتين او على حسب الوقت اللي انت هتاخده في التنظيف وترجع تشغلها تاني بس. لكن ما انتش محتاج تفصلها كل يوم لان ده خطر على التلاجة مش موفر آآ مش هتستفيد منه اي حاجة. امكان في الصيف ولا في الشتاء. طيب اه في الشتاء انا ما بحتاجش الحاجة التلاجة فاضية او ما فيهاش حاجات كتير اه انا محتاج افصلها وقت كبير. لا انت تخلي المؤشر على رقم اقل درجة الحرارة بتاع التلاجة على رقم اقل. فبدل ما تفصل اه تشتغل نصف ساعة وتفصل ربع ساعة. اتشتغل ربع ساعة وتفصل نصف ساعة على العكس. فهي تفصل برضو اوتوماتيك لان انت بخلي درجة التبريد قليلة. لان هي بتفصل لما درجة التبريد على حسب درجة التبريد اللي انت زابطها. فمش هتحتاج برضو تفصلها هي تفصل وقت كبير لوحدها. فهي دي مهمة السرمستاد مش تشيل الفيشة. ان هي تمنعك من تشيل الفيشة وتفصل كتير او تفصل شوية صغرين على حسب درجة المواشر.